أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام عملية التصويت في أول أيام جودة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 وبدأت بالفعل غرفة العمليات في أعمال الرصد والمتابعة بـ 1500 متابع تواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات وتظل في حالة انعقاد دائم حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت كما ذكرنا لحضراتكم ونقل لنا مراسل أكستر نيوز انتظام العملية الانتخابية منذ الصباح منذ أن فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين انتظمت العملية الانتخابية بدأ المواطنون في التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم مجموعة من الإجراءات سواء كانت الصحية أو الإجرائية أو التأمينية بتتخذها مؤسسات الدولة والوزرات المختلفة لضمان سلامة العملية الانتخابية ولسهولة أداء المواطن لحقه وواجبه في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى بتضم المحافظات الجيزة الفيوم بني سوي في المينيا السيوت الودي الجديد سهاج قناء الأقصر أسوان وكما ذكرنا البحر الأحمر طبعا في المرحلة الأولى لكنها تم حسمها من الجولة الأولى وأيضا الإسكندرية والبحيرة ومطروح السادة المحافظين بيتبعوا باستمرار العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات الموجودة والمنتشرة في كافة هذه المحافظات كل محافظة لها غرفة عمليات أو أكثر بيتم متابعة العملية الانتخابية بيتم رصب أي شكاوة أو أي تجاوزات أو أي مشكلة بتطرق في العملية الانتخابية من خلال هذه الغرف وتبعتها وحلها على الفور السادة المحافظين أيضا أكدوا لنا استعداد كل المحافظات لإتمام العملية الانتخابية في جولة الإعادة وأيضا ربما أكدوا على وجود وحدات مختصة الوحدات المحلية المختصة بتتابع درجة الاستعداد القصوى اللي تم تكلفهم بيها التأكد من مدى جهزية المقارات الانتخابية طبعا من الناحية الأمنية توفير كل المصادر المتعلقة بالإضاءة بالمياه بالتهوية بأماكن الانتظار اللائقة والمضلات للمواطنين لكبار السن أيضا دوي القدرات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر على المواطنين في الإدلاء بسطهم من الناحية الصحية أيضا والإجراءات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا تم تأكيد على تطهير ورش كل المقارات الانتخابية بصفة مستمرة الالتزام طبعا بالمسافات البينية للحد من انتشار الفيروس بين الناخبين أثناء المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بالإضافة إلى توفير كل السبل الدعم اللازمة لجميع ناصر العملية الانتخابية التنسيق بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد كما نتابع ترجمة نانسي قنقر